اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزيالي وزير الخارجية في واشنطن مع سعادة السفير دانييل شابيروس مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للتكامل الإقليمية وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين وما تتميز به من تطور ونماء على كافة المستويات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة كما جرى تدارس أجه التعاون المشترك لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتبني المبادرات التي من شأنها دفع مسيرة التنمية والازدهار لما فيه خير وصالح جميع شعوب المنطقة بالإضافة إلى القضايا مع حل الاهتمام المشترك حضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سافير مملكة البحرين في واشنطن وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية وسعادة السفيرة الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين والوفد المرافق لوزير الخارجية ترجمة نانسي قنقر